خلونا نقول لكم من مشاهدتنا ليه هذه الانتخابات شهدت كثافة غير متوقعة أظن أن أول سبب هو المشاركة الحزبية والتنظيم الحزبي إحنا معانا على الأرض في هذه الانتخابات حوالي ستة أو سبع أحزاب تعمل في إطار تنظيمي بنوابها، بأعضاءها هذا عمل سياسي مهم قدر يطلع ويخلي يعني يدفع أكبر عدد من الناخبين أن يذهبوا لصندوق الانتخابات كنا بنقول بالأمس في نقاشنا مع خبراءنا أن الأحزاب تزدهر في الانتخابات وهذا دور مهم للأحزاب على الأرض المهم أن يستمر هذا الدور ويستمر هذا التواجد لصالح المواطن يعني صحيح الانتخابات مهمة بالنسبة للأحزاب لكن الأحزاب دورها الأساسي مش بس الانتخابات دورها الأساسي أنها لما تقدر تحقق نجاح في الانتخابات أنها تدعم المواطن أنها يكون عندها رقابة على الحكومة أنها تستخدم أدواتها الرقابية أنها تقدر تخدم الناس في دوائرها إحنا محتاجين زي ما شفنا النواب في دوائرهم بيشتغلوا عمل مكثف وعمل دقيق ولازم نذكر أنه في أحزاب مهمة زي مستقبل وطن زي حمات وطن وزي المصر الديمقراطي دي كلها أحزاب اشتغلت على الأرض وطبعا زي الشعب الجمهوري الحقيقة اشتغل شغل جامد أيضا هنشوف ده في الأرقام والوفد وغيرهم دي أحزاب تنفست والمنافسة خلقت حالة من الحمية أنها عايزة تثبت أنها موجودة وتثبت أنها قادرة في دوائرها عايزين بقى لهذا العمل الانتخابي يستمر ما يبقاش عمل فقط من أجل الانتخابات ومن أجل أنهم يقولوا أننا موجودين ولكن أيضا لسه قدامنا محليات المفروض وقدامنا انتخابات البرلمان بعد عام ونص ولكن من هنا العام ونص فأتمنى أننا ما بشوفش النواب دول خلاص ناموا في دوائرهم واختفوا عايزين نشوفهم على الأرض للمواطنين بيخدموا المواطنين أول شيء يبقى إذن سياسيا الدور السياسي للأحزاب هذا دور مهم وهذا مهم للحياة الحزبية المصرية والحياة السياسية المصرية تاني عامل أظن أنه التيثيرات التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات وفي مقدمتها لجان الوافدين 360 لجنة ممكن حد يقولي 360 لجنة دي في ضمن 11 ألف لجنة ويزيد مش رقم كبير لكن الحقيقة أنه هذه اللجان أولا سهلت التصويت لكثيرين وبخاصة لعمال المصانع للشركات لناس كتيرة بتشتغل بعيدا عن مسقط رأسها والوجود هذه اللجان قريبة بيسهل الموضوع وبيخليه أكثر سهولة كمان أنت مش محتاج تسجل في الشهر العقاري كما كان الوضع في الماضي دلوقتي تدخل اللجنة تدلي بصوتك وخلاص هذه اللجان بالفعل شهدت احتشادا كبيرا وكانت من اللجان اللي نفذت فيها بطاقات الاختراع عدة مرات وكانت العليا الانتخابات أو الوطنية الانتخابات بتزود اللجان بصناديق وبأيضا بطاقات اختراع اللجان دي موجودة في المطار موجودة هنا في المدينة أحكي لكم على تجربتي بعد قليل موجودة في محطة مصر موجودة في موقف عبود يعني موجودة لازم أحايل الوطنية للانتخابات على زكاء التوزيع في هنا زكاء التوزيع أيضا هو عارف فين يضع اللجنة فيسهل ويسر لكتلة ناخبة هو عارف هي فين ومين علشان يسهل عليهم ويرفع من معدل التصويت دي لجنة كانت تعمل على بشكل تنظيمي لكن كان هدفها وشايفها قدامها إنها عايزة ترفع معدلات التصويت بشكل قانوني طبعا وتتيح الفرصة لكل ناخب وتيسر عليه تيسر عليه الانتخاب وتيسر عليه الإدلاق بصوته ده تاني عامل تالت عامل أظن إنها كانت أزمة غزة وهنا الوضع الإقليمي والدولي كان حاكما كان زي ما قلتلكم هناك شعور عام باحتمال عزوف المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات لكن الحقيقة إن الشعور بالخطر الشعور بأهمية الدور المصري اللي اتخذت فيه قيادة موقف واضح من البداية وكان كل يعني هذا الشعور كان دافعا لكثيرين أن يشاركوا لأننا نريد دولة قوية ذات كتلة انتخابية حية الدولة مش بس رئيس ومؤسسات الدولة في تعرفها هي رئيس وأرض وشعب والشعب ده كتلة ناخبة لاجي يجب أن يكون لها صوت ولها تأثير فلما وليست صامتة لما الكتلة دي بتقول صوتها وأنا قلت الكلام ده قبل كده وأحب عيده بتقول صوتها لأي مرشح فهي بتقوله أنا برشحك دعما لك ولكن أيضا مطالبة بمطالب أريدها أريد حياة أفضل أريد اقتصاد أفضل أريد حياة سياسية أفضل يعني هذا الانتخاب ليس شيئا على بياض هو دعم وهو أيضا مطالبة بحياة أفضل لها في المستقبل غزة كانت عاملا أساسيا في تحريك المصريين لدعم دولتهم ولكي تكون لنا كتلة انتخابية حية وليست صامتة وربع عامل وبدون انحياز لازم أقول يعني ما بتكلمش كتير عن دور الإعلام الحقيقة لأن احنا بعتقد أن احنا بنقدم دورنا يعني نحاول فيه أن نكون على قدر من الموضوعية وتقديم مختلف وجهات النظر قدر المستطاع وأن احنا نقدر أن احنا نفي بتوقعات المشاهدين أعتقد أن الإعلام المصري عموما مش أنا بس ولكن الإعلام المصري عموما كان له دور في عرض برامج المرشحين حتى لو كانت المنافسة في رأي كثيرين ضعيفة لكن كان فيه إحساس أن فيه برامج مختلفة فكان فيه جدل لما كنا بنجيب المرشح ده أو ممثل المرشح ده كنا بنشوف جدل واسع على السوشيال ميديا ناس بتتطفق ناس بتختلف هذه الحياة السياسية هذا الجدل اللي يخلق مجتمع حي صاحي عارف بيقول أنه من حقنا خلق حياة سياسية حقيقية حتى لو كانت هذه نقطة البداية فعلينا أن نبني عليها وما بعدها إذن نحن أمام أعلى عدد للمصريين مشاركة في الانتخابات 30 مليون مصري وزملاي بيقولواي نسبة مشاركة المصريين 47.4% يبقى إحنا قدامنا يعني خلاص تكة صغيرة ونوصل كمان لـ 2014 علينا أن نفخر بهذا الرقم علينا أن نفخر بهذه المشاركة هذا مجتمع حي ولازم يفضل حي ولازم يفضل صاحي مجتمع بيقول أنا ممكن أمر بمشكلات كثيرة لكني واقف صاحي في انتظار تحقيق الطموحات في انتظار تحقيق اقتصاد أفضل حياة سياسية أفضل صحة وتعليم وحياة كلها أفضل لكن أنا موجود صاحي مشارك مش ساكت مش قاعد على الكنبة مش مقاطع مشارك في كل لحظة من لحظات هذا البلد شكرا لكل المصريين اللي شاركوا من مبارح للنهاردة منتظرينكم النهاردة وبكرة وبهذا الرقم أقدر أقول بكل قلب كده وكل ثقة هذا أعلى عدد مشاركة في انتخابات رئاسية في تاريخ مصر شكرا لكل المصريين